موسيقى قال لنا وراه ويجى السمساري الحال الكبير ومهرب البوس الكبير جاء عندنا وتكلم معنا وقال لنا فيه ناس ماتوا وطحلوا يعني طاحوا يعني قرقت الباخرة وناس ماتوا وعلى آخر يوم الشكل السمساري والرجال والشكل المشاكلة كان يتكلم وكان واقف في جراسنا جنبنا وقال خلاص طيب إذا هي كده أنا الحين راح اتسر على الشرطة وراح سلم جماعتك كلهم هذولي قال وقفر نحن نسم عربي في ناس نسم باسم عربي يا أخي جري مساقنا هذا الرجال ترجعناه نصفه مبوس رجله نصفه مبوس رأسه الله يخليك لا تموتنا الله يخليك الله يخليك الله يخليك لا تبلغ الشرطة الله يخليك لا يخليك الله يخليك فأنا نحول لك الفلوس لا 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 ما عندي شغلة معكم قال لي واتصلوا فقلنا نخش ونشوف الحياة كيف هناك نقش هنا وطبعا هناك قالوا هناك وتسكنون يقولوا هناك لما دخلنا السجن قالوا هذا هي حياتكم تعيشوا هنا تأخذوا وتشربوا هنا تأخذوا وتشربوا هنا خلاص حياتكم هنا بعد كده ارترين وصومالية يوم من الأيام جوا عندنا الـ UN جوا عندنا الـ UN في السجن جوا عندنا وسألونا وكان في ناس أطفال واندعش الأطفال أخذوهم وريحونا بصراحة لما أخذوا الأطفال وحنا خلونا بصراحة بس لكن قالوا نقدم لكم مساعدة تقدروا تجوا تتكلم مع أحليكم لحنا قلنا لهم أكتر أحلين يحسبونهم عكين حنا لازم نتكلم معهم أمي قال لي خلاص طيب بصراحة من بعدها تقولي خمسة عشر يوم عسكري جاء وطلب اسمي قال فيصل سيد خليفة وأقول تلو أنا قال لي يلا تعال قلي أنت تطلع الحين وفجأة طلعنا كده بس رمض المشترع كيف نقدر؟ حنا نمشي قدامنا اشترافش لقينا جوازات قيارنا طريقنا استحين مر من عندي جوازات انت أسود إقامتك وين كده على طول طيب إيش نسوي لقينا شخص في الشارع أسود كلمنا معهم أعطانا جوال اتصلنا عليهم واتصلنا على السمساري السمساري جاء بسياء التاب تاكسي وجاء عندنا السمساري قاعدنا زي قريب أسبوع ونص أسبوعين كنا نقدر ننزل البقاء لهن رجع بس شوية شوية ماهو كثير بصراحة كان شهر 12 وكان في معبل كان فيه موج وكان فيه أشياء كثيرة في البحر والمركب أصلا ما كان مركب كويس المركب كان كبير صح وكان خشب صح بس المركب من تحدي يدخل موية كنا 250-270 حاجة كده كنا بس 200 وكم كنا ويا أخي وحنا قاعدين يعني في المركب يعني ما خايفين شوية كده المركب حقنا بصراحة يعني طبعا المركب تقدري تقوى دي فوق وتقدري تقوى دي تحت طبعا أنا ما جيت أنا كنت نايم تحت خلاص تحت معك أنه ما قدرنا نقعد لأنه خلاص صار روح كل موية صار باقي اللي فوق والموية قاعد يطلع لنا شوية 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 كده نسمع أصوات نقبل كده نلاقي زي أربع خمسة مركب المركب القوى القوانعي بحري حق إيطاليا هم جو لما دخلت روما بصراحة لما دخلت روما ما كان عندي أحد هناك في روما ما عندي أحد أنا كان عندي أمي عايش في روما بس عذاك أنا لما دخلت إيطاليا هو راح أمستردام قدم لجوء هناك وراح راح هناك عشان يقدم لجوء عشان قعد سنتين في إيطاليا وبصمته ضاعت وراح عشان أخواني أنا أقول لك أنا أخواني هنا في إنجلند وكل واحد يقول لي إذا أنت تبغى أنا بصراحة أبغى أدرس ما كنت ملأ أنا كنت أحس بأوروبا يعني ناس بيحترموك يعني هم صح أنا يحترموك وعشياء زي كده صح يعني قلت فيها اهتمام زيادة في فرنسا نحن كنا مكروهين الشعب ما كان يحبنا في فرنسا في مجموعة كانت ساعدنا زي منظمة خلاص والمنظمة هدولي كانوا كل مرة يتهددوا من الجماعة هدول يقولوا لهم يا أخ ما أنا بغى الناس اللي يتحل ساعدوهم اقتلوهم كم مرة في باريس قتلوا الناس لاجئين زينا شكرا 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 شكرا